لازم نعرف حاجة مهمة جدا وهي ان غادة عويس اللبنانية الجنسية هو الاصلة واللي بتشتغل في قناة الجزيرة القطرية اللي في قطر واللي مقيمة في قطر غادة دي سابت لبنان بلدها بكل مقاسي ومشاكله ورحت على امريكا علشان تشارك في حل مشكلة اليمن دي مش نقطة والله دي حقيقة وثابت انهيار الليرة اللبنانية وانسداد الافق السياسي في لبنان وعدم التمكن من انتخاب رئيس او تشكيل وزارة سابت ميليشيا حزب الله الايرانية اللي محتلة بلدها باسم ايران سابت حقل جريش اللي بنازل عنه حزب الله وحكام بلدها لبنان لإسرائيل سابت سرقة ودايع اللبنانية في المصارف اللبنانية وثابت انقطاع القهربة وثابت الزبالة اللي في الشوارع وثابت كل حاجة واختطاف لبنان واللي بيحصل في لبنان ورحت ركب الطيارة من قطر بعد ما خدت الازن والتكليف والامر من مشغلها القطري خدت كل دول وثابت لبنان بكل مقاسي ومشاكله ورحت على امريكا علشان تشارك في حل مشكلة اليمن غادة بن تعويس شايفة ان التحالف بقيادة السعودية اللي انقذ اليمن من الاحتلال الايراني وتحويل اليمن لولاية ايرانية غادة بن تعويس اللي شغالة عند القطريين كتبت في تغريدتها انه فاشل وتدخل عابث واخدين بالكم انتو من كلمة عابث مش بتفكركم بالحرب العبثية اللي قالها زملها ابن بلدها شورشي قرداحي بس محدش حتى يحاول مجرد محاولا يقنعني او يقنع نفسه ان غادة بن تعويس اللي شغالة عند النظام القطري ماخدتش الازن من مشغلها القطري علشان تشارك في المؤتمر ده اللي منظميه معروف انهم معادين للسعودية وعلى رأسهم حمالة الحطب بسوس اليمن توكل كرمان توكل ان نزلت تغريدة فيها صورتها مع غادة عويس اللي رفع قضايا كيدية على الامير محمد بن سلمان وبتقول في التغريدة ان غادة هي صديقتها واختها ورفيقة الحلم اي حلم يا سادة توكل خربت اليمن وقعدت على تلها وغادة بلدها فاشل بسبب حزب الله بتاع ايران حليف مشغلها القطري اكيد هو ده الحلم بانه يصبح عندهم في العالم العربي غادات وتوكلات كتير علشان يخربوه ويقعدوا على تلوه وخلوا بالكم انا بقول غادة ما خدتش الازن من مشغلها القطري وبس بينما انا متأكد انها كلفت بالمهمة دي من مشغلها القطري لان معروف ان المرتزقة اللي بيشتغله في الاعلام القطري ما بيتنفسوش من غير اذن المشغل القطري وده بيتبت ان مشغلها القطري راضي عن مشاركتها في مؤتمر بيطعن في السعودية ودول التحالف انا بقول راضي وبس مع العلم ان رعاة المؤتمر المشبوه ده وهم مؤسسة دون الوهمية اللي سبق وكشفها الصديق الفاضل الاستاذ حسين الغاوي وكشف اللي وراها ومؤسسة توكل كرمان اللي اتنين مدعومين من قطر يعني باختصار النظام القطري رارق حتى اذنيه لتنظيم هذا المؤتمر المشبوه للطعن في السعودية ودول التحالف اما مخراجات المؤتمر فحدث ولا حرج باختصار المؤتمر ده بمنظميه وبالمتحدثين فيه وهم اخوانجية اليمن في غلبهم كل دول تأثيرهم وتأثير المؤتمر ذات نفسه هو والعدم سواء على الارض اليمنية وهم عارفين الشيء ده كويس وواضح انه معمول بس لمجرد تشويه التحالف والشرعية اليمنية زي ما قال الاستاذ حسين الغاوي في تغريبته تعليقا على المؤتمر مؤتمر واشنطن حول اليمن الرعاة منظمة توكل كرمان منظمة دون الوهمية المتحدثون اخوان اليمن عبدالله العودة ساراويتس المقدم غاد عويس الهدف مهاجمة التحالف والشرعية صحيح ان المؤتمر مدعوم مخرجاته تفهى ولكن الوعي مطلب للتسكير جامرة 31-32 كشفت كل شيء على فكرة حلقات جامرة رقم 31-32 اللي اشار ليهم الاستاذ حسين الغاوي في تغريبته مهمين جدا وحلقات خطيرة جدا وفيها كشف الاسرار مهمة وبالدليل وبتكشف لكم حقيقة منظمة دون دي ومين اللي وراها ومين اللي بيمولها ضد السعودية تحديدا واتمنى انكم تشوفوا الحلقات دي روما كنتوش شفتوها اكتبوا بس في يوتيوب جامرة 31 أو 32 وحتلقوها المؤتمر كمان كان كشف للوجوه المخترقة ولا عجب ان خالد اليماني اللي كان وزير الخارجية اليمني الاسبق فعهد الرئيس السابق عبدالربو منصور هادي لا عجب انه كان من المشاركين في المؤتمر فخالد يماني هو مهندس اتفاق ستوك هولم المشؤوم الاتفاق اللي ادى نوع من الشرعية الدولية لجماعة الحوثي ووقف تحرير مدينة وميناء الحديدة الشريان الرئيسي للحوثيين مما تسبب في استمرار وصول الامدادات العسكرية للحوثيين لحد النهاردة واصبح جيش الشرعية لا يستطيع الاقتراب من هذا الميناء اللي اصبح محمي دوليا لصالح الحوثي بموجب الاتفاق المشؤوم ولو رجعنا بقى لمخرجات المؤتمر اللي مالوش اي 30 لازمة ده المؤتمر ده تعامل علشان هدفين الاول تشبيه التحالف ودوله بقيادة السعودية بانهم زي الحوثي الغاية من ده مش بس تشويه السعودية وقيادتها للتحالف من اجل التشويه وبس لا الغاية هي رفع الضغط عن الحوثيين وتحميل التحالف بقيادة السعودية مشاكل يمنية خلقها الحوثي الايراني اما الهدف التاني هو باعتبار ان المؤتمر معمول في واشنطن وفي جامعة جورج تاون فبذلك هو امتداد للحملة الاعلامية اللي بتمولها قطر لتشكيل ضغط اعلامي امريكي على اقدارة بايدن علشان يتخذ مواقف عدائية تجاه السعودية لان السعودية في الاونة الاخيرة كسبت معارك كتيرة قدام ادارة بايدن اللي اضطرت للتراجع عن مواقفها المعادية والمتصلبة تجاه المملكة العربية السعودية المؤتمر ده هو مؤتمر قطري بامتياز والنظام القطري مش حيتوقف عن اداء دوره الوظيفي والادلة قدامكم وبنكشفها دايما والمؤتمر ده كفاية انكم تعرفوا ان في غاد عويس مرتزقة النظام القطري وتوكل كرمان غبيبة النظام القطري دولوا وجودهم فيه بس كفاية كاثبات على الدور القطري وهو ما ننساش طبعا ان عبدالله ابن سلمان العودة مشارك هو كمان في المؤتمر وهو برضو ممول قطريا هو مجرد نباح مدفوع الاجر ترجمة نانسي قنقر